السلام عليكم خوتي خوتيتي كديري اللي بس عليكم كنتم لنا تكونوا باي خير و لا خير و بصحة جيدة إن شاء الله كي أولقاكم هات الفيديو في أحسن الأحوال كيما كاتشوفوا معايا اليوم الفصالة نعود معكم فيديو دي الفصالة بغيتم فصلها التوب جوهارا و قلت عليش اللي ما نشاركوش مع الأخوات و اشتوم فائدة إن شاء الله نوريكم طريقة اللي كان فصل طريقة ديالي كان فصل بيها التوب جوهارا كنتم لنا تستفدوا من الفيديو و إن الإعجاب ديالكم كيما كاتشوفوا معايا عندي التوب جوهارا في العرض ديالو فيه متر و 15 يعني كيكون ناقص في العرض التوب جوهارا لكم عارفين و في الطول فيه 3 متر كناخدوا التوب في الطول ديالو يعني كنتم تغوديك تلامية 3 متر كنتم تغوها على جوج يعني كيبقى متر ونص كيما كاتشوفوا على هاتشكل يعني كيجوج جوج جيهات مفتوحين و الفق كيكون مزدود كنتمنى الطريقة تكون بين لكم كان شددتو كانطوه على جوج يعني ثلاثة متر وكانطوها على جوج يعني كاتقنات متر ونص طول كان قدوه حيث ما غادي ندير غندروا الاما ميتين دينا بديك تجيها بدون حطوه العبارة دينا صافي كما كتشوفو معايا بدون هاد جي هنديرو فيها العبارة دينا الاما ميتين هناخدو الكاتيفين دينا هندي واحد وعشرين سنتيم وغندير ما نحسبوش البنات ديك الحاشية ديال التوب اللي كيكون فيها ديك تقيبات هذيك ما نحسبوهاش غندروا ثمانية سنتيم ديال فتحة العنق وغنهودو بجوج سنتيم بالنسبة الرقبة ديال الخلف كنهودو ثلاثة سنتيم بالنسبة للميال الكاتيف ط Kolli كناخدو الصدر ديالنا الصدر عندي تلاتة وثلاثين يعني ععنده وحد وثلاثين warznijiyur ذيو سنتيم ديال الخياطة يهي تلاتة وثلاثين كان ديلا واحد العالماء بالنسبة لدورة ديال كمي اللي بناتتتوراتي و الكيز يعني كان انا كناخدها كاناخدها وكاناخد الصدر كان قسم لمنه ثلاثة سنتيم الي كنديرو في الدورة ديال التركيز ديالي يعني كانااخد عندي ثلاثة وثلاثين في الصدر نقص 3 سنتيم كثقالية 30 نقلب 30 في مجتني سوف نترسي الدورة لكم انتم استعنوا بالمستار ولا استعنوا يعني الليمون اللي يتلقي الدو سوف نبقاش تستعنوا بالمستار يعني عينكم وميزانكم سوف تقعدوها سوف نترسي الدورة لكم وبالما هذي الطريقة اللي كان أخذ بها الدورة لكم يعني الصدر كان نقصه من 3 سنتيم كان أخذو الطول ديال الحزام الحزام دائما نقص جول سنتيم من الصدر إلا في حالة قلال كان نقص جول سنتيم من دورة الصدر كان ديرها في الحزام وفي الهونش سوف نديرو الطول كلي ديال القفطان ديالنا كان دير الطول كلي ديت هنا مترو و44 بزيادة ديال خياطة ديال اللغ لي سوف نقوم بجلاية للبنت نقوم بـ 42 حيث داك الشي اللي غي خرجني إلا درت كتار ما غاليش يخرجني التوب 42 لها كافية سوف يجيزوين سوف نصلو بخط مستاقين سوف نتراسو بميسترة دينا حتى نخرجو الإيفازي دينا من الهونش من الحيزان ونخرجوه سوف نتراسيو هكي اللي تراس دينا ونقطعو بالميقص مع الضواء البنات مجيش باي اللي تراس ديال التباشر نتمنى الشرح يكون مفهوم سوف يكيما كتشوفو رحنا قطعنا الأماميتين دينا على هاتشكل لابا البنات هالقطع اللي بقتلين ديال التوب كيما كتشوفو هنا جوج قطع يعني جوج قطع حي التوب عندنا مطوي على جوج هادين نقسموها من الفوق نديرو جوج قطع نفتحوهم كي غاتشوفو معي غا نقطعو القطع من الجيه المزدودة باش يبقوا لينا جوج قطع باش واحد قطع نخليوها الأكمام وقطع نخرجو من الخلف ديالنا هالطريقة البنات هالطريقة سهلة يعني غا تجيكم سهلة في الصالة يعني جح المواحد كيتشكم هاد جوهار ما كتخرجو الكمام كيكونوا مفتوحين ولا هكا هالطريقة سهلة وكتخرج الكمام يعني كيبقى لكم توب شايط سوف يكما تشوفو واحد القطع نخليوها الكمام والكطع الأخرى كنطوها على جوج بهذه الشكل غا هو البنات الجيه اللي فصلنا من هالكاتفين يلي غا ندروه منه جلائل والجيه اللي درنا منه جلائل يلي غا ندروه هالكاتفين يعني الطريقة ديال الداخل في الخارج باش يجينا جلائل يعني واسعين باش يكفينا للتوب سوف يكنطوو التوب على هذا على جوج كيما كتشوفو معي الجيه مزدودة سوف يكنناخدو الأمام ديالنا اللي فصلنا سوف يكننحطوه فوق التوب كنخرجو ديك ديك الحاشية اللي كنا ما حسبناها شو العبارة كنخرجوها على العبارة ديال الخلف سوف يغا نتراسب بلاده ديالي ونقطع نقطع الخلف ديالي سوف يغا ندروس بنقص نقطع الخلف ونقطع على الأمام يعني نفس العبارة وبالنسبة جلائل للبنات انا را حطيت الأمامياتين على الخلف باش ننعلو له الجوانب شوية باش ميقولش لنا طيحين جلائل كنتلعب واحد ثلاثة سانتيم سوف يكننقور شوية الوسط باش ميبقاش لنا لجناب طيحين سوف يبات طريقة كنحيدو الخلف ديالنا وغا ندرو التعديلات للأمام نقدو الأمامياتين كما كتشوفو كناخدو الدورة دياليال لكم قادي ندخلو في الواسطة غا ندخلو بواحد جو سانتيم ونعودو التقوير ديالنا لها الشكل الدورة ديال العنق غنهوو 9 سنتيم وغا دي ندير تقوير ديالي فهاتطريقة وبالنسبة للكاتفين اللي بنت غنهوو ده واحد سانتيم ونص غننقص من الكاتفين سانتيم ونص ديال الأمام اللي بنتغل الأمام الخلف ما كننقصوش منه غيم الأمام سوف يكننقصو ديك جو سانتيم من دورة ديالكم بها الشكل سوف نفتحو الفتحة ديال العنق ديالنا حيضو ديك سانتيم ونص من الكاتف ضروريك نحيضو هات سانتيم ونطر البنتغ حيث راكم عارفين الدورة ديالكم نزيدو ندخلو في ديك جو سانتيم غا تزيد كبر لنا كتر يعني إلا خلينا ككراها غا ديجي كتر من الخلف يعني البيتة غا تبقادر جاليكم اللور سوف يلا هات شكل ديبا غا ديندوزو لك قطعة توب اللي بقت لينا انطوها على جوج بهات شكل وغا دينطوها على ربعة باش تخرج لينا الأكمام ديالنا بجوج كما شفتو التوبرا كيبقى وافي يعني كيبقى لكم حتى باش تخرجو الحزام نتمنى هالطريقتنا الإعجاب ديالكم وتستفدو معي من الفيديو ان شاء الله كما كتشوفو التوب الاربعة غا نبدو نحطو المقصة ديالنا ديال الكمام سوف يكا ناخدو طول ديالكم ديالنا مندي ثمانية وخمسين هادي نزيجو السنتيم منديل ستين سنتيم فطول لكم ثفي الدورة ديالكم غا ندير فيها ستاش بالنسبة لطول تركيز البنات كناخدو من دورة ديالتركيز دورة تركيز عندي فيها ثلاثين كننقص منها ثلاثة سنتيم كما كتشوفو كتعبرو الدورة ديالتركيز ديالتركيز ديالكم مش عال عندكم فيها انا الدورة ديالتركيز كننقص منها ثلاثة سنتيم هذا هو الطول التركيز اللي كنديرو للكم واللي كنحطوه في الطول التركيز بهذه الشكل وهدي ندخله بعشرة سنتيم بالنسبة لبلدي البناتون الرومي كنندخله كتر بلدي كندخله بعشرة سنتيم كننصيله بخط مستاقيم كننطويه كننطويه على الجوج الخط المستقيم سنقسمه على الجوج حفوان وبعد سنقسم القطع النصف سنقسمه على الجوج ثانيا نقسم القطع الأخرى على الجوج يعني كنت تقسم المسافة على أربعة الجيال فوقانية نخرجه بسنتيم والتحتانية ندخله بسنتيم وكان عوده التقويره ديالنا بهذا الشكل بهذا الشكل نصيله الخط ديال دورة تركيز ديالنا مع دورة الكوب نصيله بخط مستاقيم بحفوان صحيح اندخله في الافازية بلنت ديال كننقسمه ديك المسافة ديالك على الجوج للمنتظر كندخله بواحد جوج سنتيم باش نديرو الإيفازيل لكم نخلي واش ديك جليل ديالو طايحي من تحت سوفيك ندخلو ديك جج سنتيمة كنديرو الإيفازيل لكم ديالنا على هالطريقة هذي سوفيك نقطعو لكم ديالنا كيكون كملنا بهالطريقة إلا بغيتو ديالو تستعنو بالمستار بنات البستولير ها تهي طريقة يعني سهلة تهي يمزي أنا كتعاون سوفيك ندخلو معكم الكمام ديالنا بجوش نقطعوهم سوفي بغيتطريقة سوفيك نكون كملنا للفصالة ديال القفطان ديالنا كنتمنى للفصالة ديالني تنال الإعجاب ديالكم وتستفدو معايا من الفيديو وشاركو مع الأصدقاء ديالكم أخوات بشتعون فائدة إن شاء الله كنتمنى هنا لإعجاب ديالكم الفيديو وتستفدو منه وما تنسونيش موحد لي لايك واشتراك في القناة بالنسبة لبنكلي كيشوفوا القناة أول مرة اللي عجبكم المحتوى مرحبا بكم وكنتمنى داد ضغطوا لازل الاشتراك للقناة بجدائما نوصلكم الجديد وشكرا للموت تتبيعة القدام شكرا لكم بزر بزر للدعم ديالكم والتشجيع ديالكم ليا وإلى فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر